بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أرسل لي أحد الأحبة فيديو لطيف موجود على الإنترنت على كل حال لطرفة العين عند الصقر أو عند الطيور بشكل عام الطيور أيها الأحبة كائنات عجيبة جدا ذكرها الله في القرآن وهي آية من آيات الخالق وهي أمم مثلنا قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الحقيقة الطريقة التي يطرف عينه بها أو يرمش عينه طريقة عجيبة جدا أنا أحببت فقط أن نتأمل هذا الفيديو الموجود على اليوتيوب بالتصوير البطيء أنظروا أحبة في الله كيف يفعل هذا السقر كيف يطرف عينيه سبحان الله بطريقة عجيبة أنظروا أيها الأحبة سبحان الله والله يعني شيء عجيب طبعا هذا بالتصوير البطيء جدا وباستخدام كاميرات احترافية هذه الآلية أيها الأحبة توفر للصقر الحقيقة توفر له قدرة أعلى على تنظيف تنظيف هذه العين لأن العيون الطيور الجارحة تتعرض أثناء الطيران السريع لتيارات من الهواء وكميات كبيرة من الغبار لأنها تطير عبر الغابات وعبر المناطق ربما الصحراوية فهذه الجفون الداخلية محمية من الداخل والخارج وتفتح وتغلق بشكل سريع جدا تفتح وتغلق بصورة سريعة جدا نحن عندما نرى هذه التقنية المتطورة يعني أنا أود أن أتساءل الآن أصحاب نظرية التطور يقولون هذه مصادفة طيب هذا الصقر لماذا جاء تصميمه بهذا الشكل نحن نعلم أن النسور والصقور والطيور الجارحة بشكل عام تتمتع بقوى إبصار خارقة تستطيع أن ترى لمئات الأمتار وربما لألاف الأمتار بدقة هائلة ودماغها يحسب الصور وكأنها بالتصوير البطيء تستطيع أن ترى الفريسة على بعد ألاف الأمتار ثم تنقض عليها بدقة في دماغها آلية معينة لحساب المسافات وتقدير الوقت وسرعة الإنقضاط كل هذه الأشياء موجودة في دماغ هذا الطائر بالإضافة إلى أنه مجهز بعيون قوية جدا وآلية تنظيف هذه الأعين آلية عجيبة هذا سبب الرمش الرمش الذي يحدث سببه لكي تبقي هذه العين مرنة نظيفة يتخلص من البكتيريا حماية أيضا للعين حماية للعين إلى آخرين طيب أنا أتساءل كيف استطاعت الطبيعة بالنسبة لهذا الطائر أن تعطيه هذا التصميم المثالي المتناسب مع سرعته الكبيرة جدا الطيور الجارحة لها سرعة إلى أثناء طيرانها في الجو آآ كيف استطاعت هذه الطبيعة العمياء أن آآ تهيئ أو تجهز هذا الطائر بكل وسائل الحماية لأن آآ أعين هذه الكائنات ضرورية جدا في الاستياد يعني صقر أعمى لا تستفيد منه شيئا على فكرة البصر هو يعني أساس عملية الاستياد لدى الطيور الجارحة لذلك أيها الأحبة أنا دائما يعني مثل هذه المشاهد تدعوني والله لمزيد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومزيد من التسبيح واليقين كلما نرى آية في الكون يجب أن نسبح له ونحمد الله تعالى قال سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافلا عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته